أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الثامنة من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية أوليلة التابعة لمركز ميد غمر بمحافظة الدقاهلية وذلك بمشاركة أكثر من 15 كيانا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مستفيد يأتي تنفيذ قوافل ستر وعافية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية